في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دققوا النظر في الآية الكريمة لا شأن لكم بما يقوله مفسروا السقيفتين دققوا النظر في هذا القرآن وتدبروا فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها هذا الخطاب أليس موجها لي ولكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دققوا النظر في الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر هذا الذكر نزلناه على جهة معينة على جهة مخصوصة لم ينزل على أي أحد ولم ينزل على الأمة جمعا نزل على محمد صلى الله عليه وآله هل عندكم شك في ذلك إنا نحن نزلنا الذكر في السياق نفسه وإنا له لحافظون إنا في أصلها إننا إن للتأكيد فما قالت الآية إننا وإنما قالت إننا امتزجت نون الضميرنا مع إن إننا هناك امتزاج لماذا؟ للتأكيد تأكيد إننا نحن ونحن تأكيد تأكيد للضمير نا إننا نحن نزلنا الذكر فهنا عندنا ثلاثة أنواع من التأكيد إننا إن هذا هذا التأكيد الأول إمتزاج الضميرنا بإننا هذا تأكيد ثاني نحن تأكيد ثالث تأكيد للضمير إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون وهنا أيضا ثلاثة أنواع من التأكيد وإن إن للتأكيد وإمتزاج الضمير نا مع إن تأكيد ثاني ثم لام التوكيد التي جاءت في تعبير لحافظون هذه لام التوكيد ففي الشطر الأول من الآية هناك ثلاثة أنواع من التأكيد وفي الشطر الثاني من الآية هناك ثلاثة أنواع من التوكيد إنا نحن نزلنا الذكر فأنزل الذكر على محمد صلى الله عليه وآله وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون في الأوراق أي منطق هذا وإنا له لحافظون عند الصحابة الجهال وإنا له لحافظون عند نساء النبي وعائشة هي التي تقول من أنها كانت قد وضعت القرآن تحت سريرها فجاءت الشات فأكلت القرآن يحفظ القرآن عند عائشة التي ما حفظت بعض آيات من القرآن وهل يوضع القرآن تحت الأسرة هل عائشة تكون حافظة للقرآن وهي التي خالفت القرآن وخرجت إلى البصرة والحكاية طويلة طويلة القرآن لا بد أن يكون محفوظا عند الجهة التي أنزل عليها هذه الجهة التي أنزل عليها أنزل على محمد وعلى آل محمد مر علينا كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الحلقة الماضية من أن النبي قال لعلي من أنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى وعلي هو الذي كان يقول إنني رأيت نور الوحي والرسالة وكنت أشم رائحة النبوة فعلي يعيش في هذه الأجواء يرى نور الوحي والرسالة ويشم رائحة النبوة ويسمع ما يسمع النبي ويرى ما يرى النبي أكان جالسا بقربه أم كان في بلد بعيد لأن الرؤية واحدة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤية إحاطية واحدة هذا التفريق من أن محمد صلى الله عليه وآله هو النبي وعليا هو الوصي هذه وظائف وإلا فإن التعبير بأنفسنا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران في واقعة المباهلة يشرح كل هذا الذي أنا أتحدث عن إنه نفس محمد إنها كلمة محمد صلى الله عليه وآله أنا علي وعلي أنا إنها كلمة علي وهو يقول أنا محمد ومحمد أنا أولهم محمد هذا كلام أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد محمد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا الحفظ أين يكون محمد مثل ما جاء في سورة الواقعة في الآيات التي مرت علينا قبل قليل إنه لقرآن كريم تأكيد بإنه وبلام التوكيد إنه لقرآن كريم وحتى الوصف هنا بأنه كريم هو تأكيد لأن كلمة قرآن دالة على الكرامة والعلو والرفعة من دون أن يوصف القرآن بالكريم إنه لقرآن كريم أين في كتاب مكنون في كتاب مكنون هذا الكتاب المكنون هل هو الصحائف والأوراق هل الصحائف والأوراق يقال عنها كتاب مكنون كتاب سري كتاب خفي القرآن مليء بالأسرار والحقائق وتلك الأسرار والحقائق عند محمد وآل محمد فقط إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر محفوظ عند محمد وآل محمد وحديث وحديث الثقلين يشير إلى هذا من أن الكتاب سيكون مع العترة لن يفترق حتى يرد علي الحوض لن يفترق النبي لا يتحدث عن أنه على الحوض يأتي المعصومون يحملون القرآن المصحف بأيديهم أي سذاجة هذه إنما هو القرآن الذي هو جزء من كيانهم مثل ما بيّنت لكم قبل قليل النبي يوجهنا ليس إلى المصحة المصحف وسيلة نستعين بها على تذكري مضامين القرآن النبي يوجهنا إلى المعصوم النبي لا يوجهنا إلى القرآن المكتوب على الأوراق يوجهنا إلى القرآن الذي هو جزء من المعصوم القرآن الذي هو جزء من الأوراق الأعداء يدوسونه بأرجلهم وربما يطبع على ورق نحن لا نعرف أصل هذا الورق ربما صنع من مواد نجسة وربما يكتب بحبر صنع من مواد نجسة نحن لا ندري القرآن الذي يوجهنا رسول الله إليه هو هذا الذي ذكر في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر هذا هو الذكر وإنا له لحافظون توجه إلى الجهة الحافظة للذكر أين هي هذه الجهة عنوانها الأول حديث الثقلين هذا هو العنوان الأول لهذه الجهة القرآن ليس محفوظا في دار المقارئ المصرية مثلا أو عند قراء القرآن العراقيين أو الإيرانيين القرآن ليس محفوظا في المؤسسات السعودية التي أسسها الملك فهد ابن عبد العزيز لطباعة المصحف القرآن ليس محفوظا عند هذه الجهات القرآن القرآن محفوظ عند الجهة التي جعلها الله حافظة لقرآنه في الآية نفسها لا يمكن أن الشطر الأول من الآية يأتي بكل هذه التأكيدات ويكون الحديث فيه عن محمد صلى الله عليه وآله ويكون محمد حافظا للقرآن في زمانه ولكن بعد رحيل محمد عن الدنيا يأتي الشطر الثاني من الآية ويكون حفظ القرآن عند الأمة الجاهلة عند الأمة الغادرة عند الأمة الفاجرة لا يمكن هذا أي كلام هذا هذا هراء سقيفة بن ساعد وهراء سقيفة بن طوس القرآن محفوظ في الخزانة التي جعلها الله خزانة لأسراره العترة الطاهرة ولذا لا يوجد افتراق بين القرآن المحفوظ فيها وإلا إذا كان الحديث عن هذا المصحف فبأية قراءة سيأتي الأمة يحملون المصاحف بقراءة الكساء ما هو أحد القراءة السبعة هذا الذي كان يدمن على شرب الخمرة وكان يدمن على اللواط يأتون بهذا القرآن بقراءة الكساء هناك مصاحف مطبوعة بقراءة الكساء ويتختلف عن المصاحف التي طبعت بحسب قراءة حفظ إذا ما ذهبتم إلى شمال أفريقيا إلى أفريقيا عموما فإن المصاحف هناك تطبع بحسب قراءة ورش لأن القراءة الشائعة في شمال أفريقيا وفي أفريقيا عموما القراءة الشائعة قراءة ورش وهي تختلف في الطباعة عن قراءة حفظ عن قراءة في المكتبة العديد بل الكثير من المصاحف التي تختلف طبعاتها بحسب القراءات المعصومون يأتون يوم القيامة ويردون على رسول الله على الحوط يحملون المصاحف بقراءة مان بطباعة مان ما هذا الهراء القرآن الذي وجهنا إليه رسول الله في حديث الثقلين وفي بيعة الغدير إنه القرآن الذي هو جزع لا يتجزع من المعصوم هو جزع من قيانه نحن لا نحتاج إلى المصحف مع وجود المعصوم إذا قال المعصوم بأن المصحف هذا فيه أخطاء هل نقول له لا إن المصحف هذا هو الذي أمرنا رسول الله بأن نتمسك به في حديث الثقلين أيه رأي هذا القرآن الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله في حقيقة مضمون حديث الثقلين هو القرآن الممزوج بوجود المعصوم الذي هو شأن من شؤون المعصوم صلوات الله عليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه الخزانة هي التي ذكرت في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين القرآن شيء من الأشياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء هذا كلام علي قاله علي ونقله الأئمة لنا عن علي وأئمتنا قالوا لنا من أن الإمام المبين في هذه الآية بالدرجة الأولى علي لأنه هو الخزانة الإلهية التي التي حفظت القرآن والإنجيل والزبور والتوراة وكل ما أنزل الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي هذا عطر علي يفوح من الآية يميناً وهساراً من احترام العقل مع ثقافة قرآنية صحيحة مثلما بينت لكم المضامين المتقدمة في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نذهب إلى فاصل في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ما جاءك من العلم الآية تشير إلى القرآن فمن حاجك فيه حاجك في عيسى المسيح فمن حاجك فيه في عيسى المسيح من بعد ما جاءك من العلم في القرآن لأن النصارى اعترضوا على القرآن اعترضوا على القرآن وما جاء من وصف لعيسى في القرآن المباهلة المباهلة كان مضمونها عيسى مضمونها منزلة عيسى عند الله فمن حاجك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم ما جاءك من العلم في القرآن إذن القرآن ليس قادراً على أن يثبت نفسه بنفسه ولذا فإن النبي دعاهم إلى المباهلة وسيلة المباهلة علي وفاطمة وحسن وحسين هؤلاء هم الوسيلة التي من خلالها سيقام الدليل على أحقية القرآن من هو الأعلى منزلة أصلاً هل هناك من مقايسة بينهم وبين المصحف هؤلاء هم البراهين والأدلة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله لإثبات أحقية القرآن ولذا فإن نصارى نجران لما رأوا علي وفاطمة وحسن وحسين وحين وضع عليهم غطاء رسول الله تراجعوا 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 وقالوا إننا لا نستمر في المباهلة وقبلوا بشروط النبي وهذا الأمر مذكور في كتب السنة قبل كتب الشيح فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ما جاءك من القرآن فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم حسنا وحسينا ونساءنا ونساءكم الزهراء فاطمة وأنفسنا وأنفسكم عليًا أمير المؤمنين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبي فهؤلاء العترة وسيلة محمد إنه جعلهم دليلا وبرهانا على أحقية قرآنه أعتقد أن المضامين واضحة هؤلاء هم الجهة الحافظة وليس تلك التي تضع القرآن تحت سريرها وليس ذاك الذي لا يعرف حكم التيمم في القرآن وليس 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 هؤلاء هم الجهة الحافظة للقرآن والأمر منحصر فيهم ولذا فإن أمير المؤمنين بعد استشهاد رسول الله بعلم ومسمع ومرع من الصحابة اعتزل في بيته وكتب لهم المصحف مع أن المصحف كان موجودا في زمان النبي كانوا يكتبون القرآن لكن أمير المؤمنين أراد أن يثبت عملياً من أن الخزانة الحقيقية للقرآن علي فجاءهم بقرآنه ورفضوه رفضوه وبعد ذلك عبثوا ما عبثوا في إحراقهم للمصاحف وفي جمعهم للآيات والسور والحديث طويل في هذا الموضوع القرآن محرف نعم حرفته الأمة لكن القرآن محفوظ عند محمد وآل محمد ونحن في دين العترة لا نعاني من هذه المشكلة لأن القرآن محفوظ عند إمام زماننا والأحاديث التفسيرية بيّنت لنا مواطن التحريف والخلل ولا أريد أن أخوض في هذه الجهة كثيرا البرنامج ليس منعقدا لهذا الموضوع عندي حلقات مفصلة في برنامج الكتاب الناطق بهذا الخصوص يمكنكم أن تعودوا إليها إذا كنتم على فضول لمعرفة حقيقة الموضوع فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هؤلاء هم العترة الحافظة للقرآن وهؤلاء هم العترة المطهرة التي القرآن في حقائقه الحقيقة وفي حقائقه العظيمة وفي حقائقه العميقة جزء من كيانهم جزء لا يتجزأ مثلما حدثتكم قبل قليل عن علمي بجوعي عن علمي بفرحي فإنهم يعلمون القرآن بما هو أعمق وأدق من هذا المثال الذي ضربته لكم في سورة الزخرف في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عملية جعل فهذا الكلام الذي يقال له قرآن جعل لفظا عربية هو يشير إلى حقيقة عظيمة وعميقة بدلالة أن القرآن تحدث عن نفسه فقال من أنه تبيان لكل شيء بحسب الألفاظ الألفاظ محدودة كيف تكون الألفاظ المحدودة تبيانا لكل شيء أصلا أحكام الدين ليست موجودة في هذا المصحف آيات الأحكام محدودة أحكام الصلاة ليست موجودة في هذا المصحف أحكام الصيام وسائر الأحكام الأخرى ما بين من الأحكام كان بيانا إجماليا وهذا أمر لا يخفى على المسلمين المصحف محدود بألفاظه فكيف يكون تبيانا لكل شيء هذا التبيان في أعماق هذا المصحف مثل ما يصف أمير المؤمنين القرآن فيقول من أن القرآن ظاهره أنيق هذه الأناقة في البلاغة والجمال في الفصاحة هذه الأناقة الواضحة في التعبير القرآني ظاهره أنيق هذه الأناقة في جمال أحكامه وفي جمال غاياته وفي جلال صوره التي يرسمها لنا عن حقائق الدنيا وحقائق الآخرة هذا هو الظاهر الأنيق ظاهره أنيق وباطنه عميق الباطن العميق هو هذا الذي لا أدركه أنا ولا تدركونه أنتم أما سخافة مفسري سقيفة بني ساعدة وخراء مفسري سقيفة بني طوسي فهذا لهم لا شأن لنا بهم ولا بسفاهتهم ولا بخراء الطوسي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنما جعل بهذه الهيئة وبهذه الكينونة من التعابير المحدودة ومن الألفاظ المعدودة وبهذا الأسلوب وبهذه السياقات وبحسب الثقافة العربية وبحسب البلاغة العربية جعل هذا لعلكم تعقلوا لعلكم ليس هناك من ضمان لكننا سنذهب معكم إلى آخر نقطة لأجل هدايتكم مثل ما يقال في الأحاديث الشريفة من أن الذي له صبي هذه أحاديث النبي وأحاديث الأئمة صلوات الله عليهم من أن الذي له صبي يستحب أن يتصاب له أن يلعب معه أن يتصاب له سبحانه وتعالى أحن على عبيده من الأم على وليدها الوحيد وأعطف وأرأف وأرحم أرحمه ولذا فإنه يذهب بعيدا في رحمته لأجل هداية هذا الإنسان إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوه لكنه في الحقيقة شيء آخر وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في مستوى الحقائق شيء آخر شيء آخر في المستوى الذي أنتم فيه جعلناه ألفاظا جعلناه كلمات بحسب لغة العرب بحسب لسان العرب وجاء القرآن بلسان قريش لأن لغة قريش كانت هي الأفصح هي الأفضل إنها لغة العاصمة وهذا في كل التاريخ وفي كل البلدان في زماننا لغة العاصمة في أي بلد من البلدان هي الأكثر تحضرا هي الأجمل هذا معروف في كل بلدان العالم لغة العاصمة لغة قريش هي لغة العاصمة لأن مكة هي أم القرى هي عاصمة العرب ولذا فإن القرآن نزل بلغة قريش بلغة العاصمة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا الكتاب الناطق نحن نقرأ على سبيل المثال في الزيارة المطلقة السابعة من زيارات أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان السلام على النبأ العظيم نسلم على أمير المؤمنين السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على صراط الله المستقيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في زيارة السادسة المطلقة من زيارات أمير المؤمنين ونحن نزور الأمير فنقول السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وحينما نناجي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الندبة الشريف نخاطبه يبنى الصراط المستقيم علي الصراط المستقيم علي يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم النبأ العظيم علي يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم القرآن هو بنفسه قام بهذه المقارنة قام بالمقارنة بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق الآيات واضحة عودوا إليها وتدبروا فيها يا من تقولون نحن شيعة للعترة الطاهرة هذه حقائق دين العترة الطاهرة لا تنصت إلى أولئك الخطباء الأغبياء ولا تنصت إلى فضائيات الضلال الشيعية الطوسية ولا تنصت إلى أولئك المراجع الحمير الذين لا يفقهون شيئا من القرآن هذه حقائق القرآن القرآن قام بنفسه بعملية مقارنة واضحة فيما بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق إنا جعلناه قرآنا عربيا هذا هو الكتاب الصامت لعلكم تعقلوا لعلكم يمكن أن تنتفع منه ويمكن أن لا تنتفع منه وإنه هذا الكتاب صامت وإنه في أم الكتاب في عالم الحقائق لدينا لعلي حكيم حقيقة علية حكيمة لا يقال عنها لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون هذا مع الكتاب الصامت الذي يمكن أن تجعله الأمة كتاب ضلال مثل ما مر علينا في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران أعتقد أن الحقائق واضحة وجلية وساطعة جدا 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 نذهب إلى فاصل في الآية الستين بعد البسملة من سورة النحل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لا شأن لنا بهم إننا نبحث عن غايتنا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم القرآن يخبرنا عن المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء الذين لا يؤمنون بالآخرة شيء ومثل السوء شيء آخر هو مثله ولله المثل الأعلى الله شيء والمثل الأعلى شيء آخر تعود ملكيته لله ولله المثل الأعلى هذا المثل الأعلى مثل ما جاء مذكورا في سورة النحل في الآية الستين بعد البسملة جاء مذكورا أيضا في سورة الروم في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما هو الدليل للذين يعرفون حقائق الإيمان نحن لا نتحدث عن دليل فلسفي أو كلامي هنا نحن نتحدث عن دليل قرآني للذين تشبعوا بحقائق القرآن وتشربوا بحقائق الإيمان وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ما هو الدليل وله المثل الأعلى الذي خلق المثل الأعلى في السماوات والأرض لقادر على أن يبدأ الخلق مثل ما قالت الآية يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالذي خلق المثل الأعلى في السماوات والأرض لقادر أن يفعل ذلك وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم المثل الأعلى العترة الطاهرة ما أنا الذي أقول الزيارة الجامعة الكبيرة إنها دستورنا العقائدي هي التي تقول من أن المثل الأعلى العترة الطاهرة هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في بداياتها ونحن نسلم على محمد وآل محمد السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجى الحجى العقل في أعلى مراتبه وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنة المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى محمد وآل محمد في حديث الثقلين المثل الأعلى العترة الطاهرة في سورة النور بحسب الألفاظ فإن المثل الأعلى في الألفاظ قرآنياً ما جاء في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشأ ويضرب الله الأمثال للناس هذا هو المثل الأعلى لفظياً يهدي الله لنوره من يشأ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية الكريمة ويضرب الله الأمثال للناس هذا هو المثل الأعلى في الكتاب الكريم بحسب تأويلهم لقرآنهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإن الآية تحدثنا عن تجليات الحقيقة المحمدية العظمى الآية تخبرنا عن مظاهر الحقيقة المحمدية العظمى والتي تتجلى أنوارها في حقائق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المقام ليس منعقداً للحديث عن الآية الكريمة بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بمثل هذا الموضوع فلقد تحدثت عن الآية كثيراً في برامجي هذا هو المثل الأعلى القرآن لم يخبرنا بأن الكتاب الصامت هو المثل الأعلى لله القرآن أخبرنا بأن الكتاب الناطق هو المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى وأعتقد أن الحقائق واضحة وواضحة جداً والآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تغنينا تغنينا عن كل هذه التفاصيل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته المثل الأعلى هنا في بيعة الغدير بيعة الغدير عنوان للمثل الأعلى ولذا فإن التوحيد بكل أسراره والنبوة بكل حقائقها والقرآن بكل معارفه وبكل إشاراته ورموزه في ظاهره وباطنه والإسلام بكل تفاصيله والإيمان بكل مراقيه ومراتبه كل هذا بمجموعه يساوي صفرا من دون بيعة الغدير فهي المثل الأعلى بعبارة أخرى بيعة الغدير عنوان لزبدة الدين لخلاصة الإيمان لحقيقة ما يريده الله ويريده محمد صلى الله عليه وآله هذه حقيقة واضحة وجلية في آيات الكتاب الكريم وفيما جاء عنهم من تفسيرهم لآيات قرآنه وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث فيما يرتبط بحديث الثقلين أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم من أنه لا وجه للمقايسة فيما بين الكتاب الناطق والكتاب الصامت فهذه الأحاديث التي قالت عن القرآن من أنه الثقل الأكبر من أنه الثقل الأعظم من أنه الثقل الأفضل من أنه الحبل الأطول هذه أحاديث محرفة إنها مناقضة لحقائق القرآن وأنتم تابعتم معي من الحلقة الماضية إلى هذه الحلقة وإلى حلقة يوم غد وأنا أحشد لكم الآيات تلو الآيات التي تصرح بهذه الحقيقة مع أنني لست في مقام الاستقصاء لأنني إذا كنت في مقام الاستقصاء فسأحتاج إلى وقت طويل جدا لأن القرآن من أوله إلى آخره مبني على هذه الحقيقة من أن الكتاب الصامت هو جزء وشأن من شؤون الكتاب الناطق والكتاب الناطق محمد وآل محمد لكن الأمة وقعت مشكلتها مع علي ومن هنا يكون التركيز على علي لأن الأمة إذا عرفت ظلمها لعلي فحينئذ تجلت لها الحقيقة الأمة ما عندها من مشكلة مع رسول الله أتحدث عن السنة والشيعة على حد سواء الشيعة عندهم مشكلة كبيرة مع علي أتحدث عن الشيعة الطوسيين وفي حلقة يوم أمس عرضت ما عرضت لكم من الأمثلة والنماذج الخرائية للمراجع الطوسيين وللخطباء والمتحدثين مر هذا علينا مر علينا أمثلة واضحة للخراء المرجعي وللخراء الحوزوي وللخراء الطوسي فلا حاجة لتكرار خرائهم مرة أخرى التركيز على علي إن كان في حديث رسول الله أو كان في القرآن أو كان في بيعة الغدير أو كان في دين العترة الطاهرة يأتي من هذه الجهة من جهة أن المشكلة عند الأمة مع علي إذا عرفت الأمة ظلمها لعلي وأرادت أن تصحح جريمتها مع علي إذا عرفت الأمة خطأها إذا عرفت الأمة ماذا جنت بسبب ابتعادها عن علي إذا عرفت الأمة من أنها قدمت من لا قيمة لهم على الذهب الإبريزي المصفى على الذهب الإلهي حينئذ تكون الصورة واضحة بالنسبة لسائر الأئمة صلوات الله عليه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كل هذا لا قيمة له أمام المثل الأعلى ولاية علي وولاية علي ليست خاصة بعلي إنها ولاية الله إنها ولاية محمد إنها ولاية فاطمة إنها ولاية أولاد فاطمة من الحسن المشتبى إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر